الجيش الإسرائيلي يعلن بشكل رسمي بأنه تم اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله وذلك ببيان رسمي نتيجة العملية العسكرية والغارة الكبيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي ليلة أمس وذلك بعد طول انتظار من قبل القيادة العسكرية الإسرائيلية على حد قولهم للتأكد من المعلومات التي وصلت بهذه المسألة ورئيس سيد أركان الجيش الإسرائيلي الذي أيضا أعلن بأن هذه ليست نهاية الأدوات الموجودة بحوزتنا الرسالة بسيطة إلى كل من يهدد مواطني دولة إسرائيل سوف نعرف كيف سوف نصل لهم الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا قال فيه بأن حسن نصر الله الذي عمل لـ 32 عاما لقيادة تنظيم حزب الله الإرهابي على حد قول البيان والذي كان مسؤولا عن قتل عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين وجنود جيش الدفاع على حد قول البيان بالإضافة إلى أنه قام بالتخطيط وتنفيذ الألاف من الأعمال الإرهابية ضد دولة إسرائيل كان نصر الله على حد قول البيان صاحب القرار الرئيسي في التنظيم صاحب الكلمة الوحيدة والنهائية عن كل قرار استراتيجي اتخافه حزب الله وواصل البيان تذكير بما قام به زعيم تنظيم حزب الله الإرهابي على حد قول البيان العسكري وبالتالي الآن التأكيدات تأتي من رئيس سيد أركان الجيش الإسرائيلي الذي يؤكد أن عملية الاغتيال قد تمت بنجاح وقد تأكدوا حسب المصادر الاستخباراتية الإسرائيلية بأن عملية الاغتيال قد تمت هذا تغيير كاترين كاترين هذا تغيير كبير أحمد عندما يعلن الجيش الإسرائيلي وتغيير سيؤدي أيضا إلى ما بعده من إطلاق للصواريخ اللبنانية باتجاه إسرائيل بشكل غير معهود حسن نصر الله ليس شخصية سياسية فقط نصر الله هو شخصية دينية وروحية بالنسبة لحزب الله وأيضا سياسية نعم كاترين أستوضح منك عندما يعلن الجيش الإسرائيلي رسميا إختيال نصر الله في وقت بعد لم يصدر أي بيان من الحزب هل ذلك يعني أن هذه المعلومة باتت أكيدا مئة في المئة؟ طبعا لا يا كاترين في نهاية المطاف الجانب اللبناني هو الذي أيضا عليه أن يستوضح أنا أروي لك ماذا يقول الجيش الإسرائيلي لا يوجد هناك شيء اسمه مئة في المئة يعني هذه رواية الجيش الإسرائيلي ننطف الرواية حزب الله ليؤكد أو ينفي أو ببساطة لا يؤكد ولا ينفي ويترك المسألة على عواهنها دون أن يؤكد ولكن لو أننا تتبعنا مجريات هذا الذي يجري الآن ومآلاته ودلالاته ودلالاته بأن الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية الإسرائيلية اتخذت قرارا حاسما بتغيير مصار الحرب بشكل واسع وكبير ومتطرف ومتشدد وذلك بأنها اختارت أن تختال أصل نصر الله رهم القيمة الروحية والدينية التي تحدثت عنها بمعنى بأن هذا الرجل ليس فقط رجلا سياسيا ولكن هو رجل لديه أيضا احترامه ومحبة الشارع الشيعي الموجود في لبنان وأيضا يعني العديد من السنة في حول العالم العربي تحديدا وأن شعبيته منذ عام 2006 كانت في تصاعد لافت للانتباه وأرادت إسرائيل أيضا أن تضرب في محور المقاومة رأس الحربة الذي تعتبره بطبيعة الحال حصل نصر الله ورأس هذه الحربة في العالم العربي وإيران لغاية الآن التي يبدو بأنها لم تحرك ساكنا بعد اغتيال الشيخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وهم يتحدثون الآن عن حصل نصر الله الدلالة العسكرية سوف تكون أن حزب الله بلا شك الآن سوف يكون مضطرا للقيام برد قوي وواسع لثلاثة أسباب السبب الأول هو اغتيال نصر الله السبب الثاني هو الضمار الذي يحل الآن بالضاحية الجنوبية في لبنان والضمار للمدنيين وليس لأماكن عسكرية أو تخزين أسلحة وبالتالي المثل بالمثل والقضية الثالثة هو أن الجيش الإسرائيلي يستعد الآن بكامل طاقاته لاستجلاب الاحتياط وذلك للبدء بعملية برية يمكن أن تبدأ خلال أسابيع وذلك بعد تمشيط المنطقة الجنوبية من كافة الألغام وبالتالي استخدام المدفعية أبا تغيير جيوسياسي خطير جدا في الشرق الأوسط هذه ليست مجرد عملية اغتيال لزعيم سياسي يمكن أن تمضي قدما دون أن يكون لديها تغيير التغيير هو في قيادة حزب الله والرجل الثاني من هو سوف يكون اغتيار الخليفة لن يكون سهلا وسط حملة البيجر والسلكي والاختراقات الأمنية الإسرائيلية الواضحة داخل عمق حزب الله والتي رأينا دلالاتها باختيالات مستمرة والضاحي الجنوبية باتت المكان الأنفل لإجراء مثل هكذا عمليات اغتيال وطبعا أضافوا بأن هناك معلومات استخباراتي تصل لعدد من الأسماء الأخرى التي تم اغتيالها لم يتم ذكر موضوع فيلق القدس أو الناء المسؤول عن فيلق القدس في لبنان ولكن يبدو بأنهم ينتظرون المزيد من المعلومات الاستخباراتية مرة أكثر من 12 ساعة لعملية الاختيال وبالتالي هم يريدون التأكد من كل الإشارات الاستخباراتية التي تصلهم ردود الأفعال الإسرائيلية سوف تكون مبتهجة جدا بمثل هكذا اغتيال يأتي في منطقة عمليا يتم فيها تسويق انتصار الصورة انتصار معنوي للجيش الإسرائيلي ولدولة إسرائيل وهذا الانتصار سوف يترجم في الشارع الإسرائيلي بالاحتفال تحديدا وأن الجانب الإسرائيلي يعتبر منذ سنوات بأن نصر الله هو العدو الأكبر بعد حماس وبالتالي هذه الضربة تأتي لزعيم سياسي روحي زعيم عسكري وبالتالي يمزج العديد من الكارزمة الموجودة عنده والرجل ليس فقط معروفا في إسرائيل ولكن هو الاسم الأكبر ترديدا بعد السنوار إلى نشرات الأخبار وخلال كل ذلك نضيف الآن بالمعلومات التي تردنا بأن رئيسي تركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أكد بأن العملية لن تنتهي باغتيال نصر الله وسوف تستمر أجابة العمليات والجيش طبعا يؤكد بأنه كان اختيال علي كاركي وهو مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله وبالتالي هذا قائد أيضا هام جدا على المستوى التكتيكي وبينما نحن نتحدث هناك طبعا العديد من الصوريخ التي يتم إطلاقها اليوم هو يوم جمعة مهم أن نفهم بأن اليوم يوم هو السبت اليهودي لن يكون هناك تصريحات من قبل القيادات السياسية الإسرائيلية لأسباب دينية ولكن ما أن تغرب الشمس حتى سوف نسمع بكل تلك الأصوات التي تجري هل هذا يؤثر على سير المعركة؟ بلا شك أنه سوف يؤثر ولكن بشكل مختلف عن اختيال إسماعيل هنية في طهران إسماعيل هنية كان سياسيا بالدرجة الأولى وكان الملف العسكري موجود عند محمد الضيف والصنوار في قطاع غزة في لبنان القضية مختلفة لأن نصر الله له أيضا السطوة العسكرية والخبرة العسكرية في التماهي مع هذه المسألة إضافة إشارتين هامتين بإجاز كاترين الإشارة الأولى هو أن منذ أمس تم إعلان حالة الطوارئ ليس فقط في إسرائيل ولكن فتح كل الملاجئ يتوقعون بأن حزب الله سوف يكون برد واسع وكبير جدا ولن يتم استخدام الصواريخ التي كانت تستخدم سابقا وإنما سوف يذهب إلى استخدام الصواريخ الدقيقة التي يمتلكونها ولم يستخدمونها لغاية الآن الصواريخ التي يمتلك حزب الله كما تقول الاستخبارات العسكرية وهذا طبعا مؤشر إلى أننا أمام ضربات متبادل خلال الأيام القادمة سوف تكون صعبة والإشارة الثانية هي تتعلق بكيف سوف يتم إدارة الملف السياسي تحديدا وأن نصر الله كان يتحكم بهذا الملف السياسي وموضوع طبعا إذا ما كان هناك مفاوضات مستقبلية بعد أسبوع بعد شهر لا نعلم كيف سوف تضار هذه المسألة تفضل بالبقاء معنا من القدس المختلف